بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي الطلبة معكم الدكتور في سلسال من الهيشري سنواصل شرح مقرر كيميو عضويا واحد ونمر إذن إلى الجزء الثامن من المحور الثامن حيث سنواصل إذن شرح تفاعل الحذف أو الانتزاع على هليل الألكيل وسنتابع إذن شرح حذف أحادي الجزائية من خلال شرح المسأل الفراغي لهذا التفاعل ثم كذلك نمر إذن إلى شرح تفاعل حذف ثنائي الجزائية بداية فإن تفاعل الحذف أحادي الجزائية يتم في خطوتين تشمل الأولى كسر الرابطة CX الرابطة CX وهذا الكسر بطبع الحال يتم بشكل يعني غير متماثل وتكوين إذن كاربوكاتيون كما تلاحظون هنا إذن خلال خروج الهليد وتكوين الكاربوكاتيون ثم في خطوة ثانية يتم إذن انتزاع البروتن الموجود وخروج البروتن الموجود على الكاربون بيطا في الوسيط هنا إذن خلال عملية تكوين كاربوكاتيون نلاحظ هنا أن هذا الشكل أو هذا الكاربون إذن لديه تهجه جين SP2 إذن هذا الوسيط الغير مستقر إذن سيواصل التفاعل هنا وبالتالي خروج البروتن الموجود على الكاربون بيطا وتنقل هذا الزوج الإلكتروني إذن إلى هنا لتكوين الرابطة باي كما تلاحظون وبالتالي إذن لدينا الشكل الهندسي المتمثل هنا في Z حيث إذا أردنا هنا التثبت من هذا الشكل الهندسي نقوم بترقيم الروابط كما سبق وشرحنا ذلك من خلال قاعدة كان وإنجلود وبريلوغ هذه الرابطة هو رقم واحد وهذه رقم اثنين وهذه رقم واحد وهذه رقم اثنين فبالتالي إذن هذا الشكل الهندسي هو Z نعود إلى الوسيط هنا الكاربوكاتين نلاحظ أن الكاربوكاتين هنا هذه الرابطة لديها حرية الدوران إذن هناك حرية الدوران حول هذه الرابطة سيجما إذن نتيجة للدوران حول هذه الرابطة بمئة وثمانين درجة سيتغير موقع الهيدروجين وموقع السياج ثلاثة حيث ستتحول السياج ثلاثة إلى الخلف والهيدروجين تصبح إذن التي كانت في الخلف تصبح إلى الأمام ثم نواصل إذن المرحلة الثانية من التفاعل ونقوم بحذف البروتون هنا وانتقال هذا الزوج الإلكتروني لتكوين الرابطة باي كما تلاحظون هنا سنلاحظ إذن أن الناتج سيختلف من ناحية الشكل الهندسي حيث ستصبح إذن لدينا كما تلاحظون إذن الهيدروجين في الأمام وأسياج ثلاثة في الخلف حيث إذا قمنا إذن بترقيم الروابط إذن هذه رقم واحد وهنا رقم اثنين وهنا رقم واحد وهنا رقم اثنين وبالتالي إذن الشكل الهندسي هو إي إذن كما تلاحظون فإن سرعة هذا التفاعل تكتب بهذا الشكل الثابت ضرب تركيز Rx بتبتحها لأن سرعة التفاعل البطيئة هي المرحلة الأولى هذه المرحلة البطيئة وبالتالي إذن هي التي تحدد بالتالي إذن سرعة التفاعل الجملي وبالتالي إذن مرتبطة فقط بتركيز المتفاعل الألكيل هاليد نمر إذن إلى الشرح مصر التفاعل لتفاعل حذف ثنائي الجزائية حيث تتكون ميكانيكية هذا التفاعل من خطوة واحدة يتم خلالها كسر رابطة CX المتمثلة في التالي وكذلك كسر الرابطة CH في نفس الوقت في بداية التفاعل هناك شيء أكيد جدا هو أن المركب الألكيل هاليد يجب أن يأخذ شكل معين ومحدد بحيث أن الهالوجين والهيدروجين يجب أن يكون متوازين متعاكسين كما هو الحال بالنسبة للمثال أمامنا هنا حيث أن الكلور المجموعة المغادرة والهيدروجين كما تلاحظون متعاكسين متوازيين إحداهما كما تلاحظون الأسفل والأخرى متجهة إلى الأعلى إذن بعد تشكيل هذا المركب بهذا الشكل يأتي إذن القاعدة وتقوم إذن بانتزاع البروتون إذن عملية انتزاع البروتون وخروج إذن المجموعة الهاليد إذن تتم إذن خروج أيون الهاليد تتم بنفس الوقت إذن كما تلاحظون هنا إذن تزاع البروتون ثم انتقال هذا الزوج إلكتروني إلى هنا لتكوين الرابطة باي وكذلك خروج الهاليد يتم كل ذلك يتم في نفس الوقت مما يؤدي إلى تكوين إذن مركب وحيد له شكل هندسي محدد هنا كما تلاحظون سيشلاث الأمام سيشلاث في الأمام إذن نفس الشيء بالنسبة للناتج إذن يحافظ على نفس الشكل إذن لو أردنا إذن التثبت من هذا الشكل الهندسي إذن واحد اثنين وكذلك هنا واحد واثنين فبالتالي إذن شكل هندسي Z كما تلاحظون كذلك سرعة هذا التفاعل تكتب بهذا الشكل إذن الثابت ذارب تركيز القاعدة ذارب تركيز إذن الكيل هاليد لأن التفاعل كما تلاحظون إذن يتم بوجود المتفاعل الأول وهو القاعدة وكذلك المتفاعل الثاني والمتمثل هنا في الكيل هاليد